اشتركوا في القناة قصتنا اليوم بعنوان الأخوين الفقيرين وحيلة الأب والغولة الداهية من القصص الخيالية المشوقة والمسموعة قبل النوم اعمل لك الفيديو اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لكي يصلك كل إشعارات القناة أشكركم أحبائي على كل هذا الدعم الذي تقدمه لنا ضع السماعات واستمع عاشت في قديم الزمان عائلة تكون من رجل وزوجته وطفله كانوا في سعادة وهناء لا يكدر صفهما ولا يعكر هناءهما شيئا والطفلين يملئان جو البيت مرحا وسرورا لكن الهناء لا يدوم فقد بدأ صفو حياة هذه الأسرة يتقدر عندما مرضت الأم وأخذ المرض يشتد عليها يوما بعد يوم حتى أدى إلى وفاتها فخيم الحزن على البيت وملأت الحسرة قلب الرجل لوفاة زوجته وبقي يفكر في حياة الطفلين بعدها فقرر أن لا يدخل بيته أو حياته امرأة تحل محل زوجته وبأن يتفرغ لتربيتهم والعناية بهم خوفا من أن يعامل عكس ما ألف وعتادة في عهد أمهم وكانت الفتاة التي تقبر أخيها تساعده على ذلك مضت الأيام والشهور والرجل يحاول جهده أن يملأ الفراغ الذي تركه وفاة زوجته في نفس الطفلين لألا يشعرين باليتم حتى كان ذات يوم عندما اقتحم عالمهم أرمل من صديقات زوجته أخذت تتردد عليهم ما بين وقت وآخر لتنظيف البيت أو تغسل الملابس وكانت لا تنسى أن تمسح على رأس الطفلين وتقبلهما عند مجيئهما ووقت ورواحهما ومع الأيام تطورت علاقتها بالأسرة وتدرجت إلى العناية بالطفلين وإعداد وجبات الغداء لهما وقضاء أكثر الأوقات بينهما عمل تصرف هذا على التخفيف من هموم الرجل وأحزانه يوما بعد يوم فكان يذهب إلى عمله مطمئنا إلى وجود من يرعى الأولاد في غيابه فزاد ذلك من ارتباط الأرمل بهم وبعد ذلك كانت تتصرف كما لو كانت ربة البيت كان هم الرجل ألا يسمع من ينهر أبنائه أو يسيء معاملتهم أو يشعرهم باليتم أخذت مشاعر الرجل نحوها تتقوى يوما بعد يوم غير ملتفت إلى ما سيتركه هذا التصرف من آثار نفسية على أبنائه وذلك ما لم تقم به الأرملة فرآها خير من يخلف زوجته المرحومة ففاتحها ذات يوم في الزواج منها فلم تمانعوا فتزوجها لتعيش معهم ولتكون هي سيدة البيت كانت الفتاة التي عاشت مرتابة من الأرملة يوم دخلت عليهم البيت مظهرة الإهتمام بهم تتابع تحول مشاعر أبيهم نحوهم شيئا فشيئا حتى كاد أن ينسعهم وبقيت تنتظر اليوم الذي ستعاملهم فيها كخالة إلا أن انتظرها لم يضم طويلا فما أن أصبحت الأرملة سيدة البيت حتى بدأت تقلل من اهتمامها بالأولاد تدريجيا مراكزة اهتمامها على الرجل لحسن التطواني لتأخذ في التذمر منهم والشكوى الدائمة من عندهم وأخذ الرجل يزداد تقربا منها كلما أبدت له تذمرها من انشغاله الدائم عنها بأولاده وطلبها منه الجلوس معها أخذ الرجل يستجيب لها ويقلل من اهتمامه بالأولاد وكان كلما لب لها طلبا قدمت له آخرا حتى صرف اهتمامه عن الطفلين نهائيا وتركهما يعيشان بمفردهما فكانت الفتاة تولي عطفها وحننها على أخيها قالت الخالة للرجل ذات يوم لم أعد أطيق بقائي أبنائك بيننا كان قولها مفاجئا له إذ لم يكن يتوقع منها ذلك القول فحاول تجهل طلبها إلا أنها عادت فكررت قولها من جديد قلت لك لم أعد أطيق بقائي أبنائك بيننا التفت إليها وسألها متعجبا إذا لم يعيش بيننا فأين سيعيشون فردت عليه متبرمة لا أعرف في أي مكان وفي أي بيت ابتسم الرجل في وجهها وهو لا يعرف ما إذا كانت جادة أو هازل في طلبها فقال يخاطبها إنهم أبناؤنا يا بنت الحلال ولا يمكن لهم أن يعيش إلا بيننا فردت عليه بحنق إنهم أبناؤك من الأولى وأني أتعب نفسي في تربيتي أبناء امرأتك الأولى لم يحاول الرجل أن يدخل معها في جدل أو نقوش لإلا يتعكر صف حياته الزوجية فليذ بالصمت ولم يرد عليها إلا أنها فاجأته بطلبها وقالت له بلهجة حادة اسمع يا رجل أنت بين أمرين إما أن أخرج أنا من البيت أو يخرج منه أبناؤك رأى الرجل في موقفها الإصرار على طرد الأولاد وأحس بأنها جادة فيما تقول بتركها البيت والخروج منه إذا لم يخرج منه أبناؤه ووجد نفسه في حيرة أشد من التي وقع فيها بعد وفاة زوجته لا يعرف كيف يتصرف إيزائها والطفلين من الصغر بحيث يستحيل أن يعيش بمفردهما خاصة الولد وأخذ يفكرها ليطاوعها ويطردهم من البيت أم يطردها هي ويتركها تغادر البيت ليفرغ لتربيتهما بقي الرجل يوازن بين عواطفه نحوها وعواطفه نحو أبنائه فرأى بأنه يقوى على فراق الطفلين ولا يقوى على فراقها فراح يسألها إذا أخرجتهم من البيت إلى أين سيتجهون ومن الذي سيرعاهم أجبته وهي تغالب فرحها بالانتصار احملهم إلى خارج القرية وتركهم هناك ليذهبوا إلى قرية غيرها والله سيتكفل بأمرهما كانت تشير في كلمها إلى مكان إذا تركهم فيه لن يبقوا أحياء لكثرة السباع والوحوش والأغوال الموجودة هناك فيه لاذا الرجل بالصمت وأخذ يفكر في نتائج موافقته على رأيها قبل أن يقول لها إذن عليك بإعداد ما يتزودون به في غربتهم من كعك ودقيق هبت المرأة من مكانها مسرعة والفرح تغمرها فور سمعها موافقته على التخلص من أبنائه وقامت لساعاتها تدقق الطعام وتعد الكعك وتوله بنفسه وضع الكعك والدقيق في كيسين منفردين أحكم رباطهما ثم قام بوضعهما عند إحدى زوايا الحجرة وذهب إلى طفليه يلاطفهما ويسامرهما على غير عاداته فاستغرب منه تصرفه هذا الذي لم يعهداه منذ تزوج بالأرملة استمر يلاطف أبنائه وأخذ يقص عليهم الحكايات وهما لا يصدقان أن أباهم هو الذي يجلس معهم ويغدق عليهم من عطفه الأبوي الذي افتقداه منذ زمن طويل وأعادهم إلى حياتهم الأسرية في عهد أمهم وكم كان سرورهما وحيرتهما معا عندما فاجأهما بقوله في الصباح سأخذكم معي في نزهة إلى بلاد بعيدة لتتعرف عليها فسأله الولد الذي تعلقت عينيه بعين أبيه ببراءة قائلا وهل ستقص علينا القصص كل يوم أشيح الرجل بوجهه عن ابنه يتق نظراته البريئة المتعلقة بعينيه وأجابه قائلا نعم سأقص عليكم كل يوم قصة فدفعته براءته إلى سؤاله مجددا ولن تتركنا هناك لوحدنا فرد أبوه بنبرات متعلثمة لن أترك أترككم لوحدكم وكان الرجل خشي أن تتغلب عواطفه نحوهم على عواطفه اتجاه خالتهم فيتراجع عن قراره في التخلي عنهم فقال منهيا الحديث بينهم الوقت متأخرا هيا اذهبوا للنوم لكي تستيقظ مبكرين فرح الطفلين بعودة أبيهما إليهما ليسبغ عليهما ما ألفاه منه من عطف وحنان قبل زواجه من المرأة التي كانت تلاحظ الجو العائلي الذي سيد بين الرجل وطفليه والذي أخذ خلاله يتبادلون القصص والحكايات فيما بينهم فاستغلت انشغالهم هذا وعمدت إلى الكيسين التي أودع فيهما الأبو لحسن محبته زاد الطفلين من كعك ودقيق وكومت بإفراغهما من محتوياتهما وملأت الأول بالرماد بدلا من الدقيق وملأت الثاني بالتبني الجاف بدلا من الكعك ثم أعادت ربطهما من جديد ووضعتهما في مكانهما في صباح اليوم التالي هم الأب بإيقاظ الطفلين ليصحبهما إلى خارج القرية فوجدهما جالسين في انتظاره على أحر من الجمر حيث كان الشوق للرحلة مع والدهم قد طرد النوم من عيونهما باكرا حمل الأبو الكيسين على ظهره وسور والطفلين يسيرين بجانبه نحو المكان الذي وصفته له زوجته أخذ خلال سيرهما يسرد عليهم القصص والحكايات ويجيب على أسئلتهما التي يطرحونها عليه حتى وصلوا إلى رابية صغيرة تطل على واد فسيح وعلى قمة هذه الرابية كان يوجد جرفا صغيرا فاستقر رأي الأب أن يجعل من هذا الجرف مأوى للطفلين وأن يتركهما هناك فقول لهما ما رأيكما لو قعدنا هنا نرتاح بعض الوقت ونأكل غذاءنا في هذا الجرف لم يعارضه أي منهما فوضع الكيسين في الجرف وقعد إلى جانب الطفلين وأخذ يحدثهما ويخادعهما رأيس ما إطمأن إليه وحان موعد فراقهما وعودته للبيت فقال لهما مدعيا رغبته في قضاء حاجته انتظرين قليلا رأيس ما أذهب خلف تلك التلة وأعود قال ذلك ثم قام متجها نحو المكان الذي أشار إليه ليأخذ بعده طريقه عائدا إلى البيت بقي الصغيرون ينتظرين عودة أبيهما ومضت الساعة والساعتين دون أن يعود عندها قال الولد لأخته أنا جائع استنكرت أخته أن يكون له بطنا خاص به ولا يهتم بعودة أبيه ليأكل معا فنهرته قائلة تجيبه انتظر قليلا أبونا على وشك العودة وسنأكل معا أذعن لها الولد واستمر يشاركها انتظر عودة أبيهم ليأكل معا انقضت ساعات أخرى وأخذت الشمس تميل نحو الغروب وأباهم لم يعد ضاقت الفتاة هي الأخرى وعصر الجوع أمعاءها وأدركت بأن أبيهما قد غدر بهما ولم يرافقهما إلى ذلك المكان إلا ليتخلص منهما فقالت لأخيها لا أظن أن أبونا سيعود بعد هذا الوقت والأحسن لنا أن نبدأ بالأكل قالت ذلك ومدت يدها إلى كيس الكعكي القريب منها ثم فتحته لتخرج منه بعض أقراص الخبز فإذا به تجده ممتلئ بتبن يابس ثم تناولت الكيس الثاني لتخرج ما بداخله من دقيق فإذا به تجد بداخله رمود نظرت إلى وجه أخيها ونظره إلى وجهها والتصق ببعض في صمت ينتظران المجهول بينما هما في التصاقهما ذلك وعيونهما تتطلع نحو الأفق شاهد طائرا كبير الحجم أبيض اللون يرفرف في الهواء ويقترب منهما شيئا فشيئا ليهبط بجانبهما على باب الجرف فذعر وخاف منه وازداد التساقا ببعض ولكن سرعان ما ذهب الخوف عنهما وتلاشت وحشتهما عندما سمع الطير يخاطبهما بصوت ألفاه وأحباه وتعلق به كثيرا لا تخاف يا أبنائي فأنا جئت إلى هنا لمساعدتكم لأن أمكم أوصتني قبل أن تموت لكي أحميكم وقد جئت الآن لحراستكم عندما رأيتكما وحيدين في هذا المكان الذي تتخذه الوحوش مأوالها صمتت قليلا لتعاود قولها منذ أن توفيت أمكم وأنا أتابع حياتكم فرحت طفلين وأنسى بحضور هذا الطائر العجيب الذي قدم لهم ما أحضرته معه من طعام فأخذ يأكلان منه وهم يبتسمان لبعضهما وينظران إلى وجهها وهي تراقبهما بصمت أخذت الفتاة تسرد عليها كل ما جرى لهما بعد موت أمها وهي تستمع لكلامها وعندما شبع من الأكل غلبهما النعاس ونام وهي تدفئهما بجناحيها وتطرد عنهما الوحوش التي تحاول الاقتراب من باب الجرف بمنقارها وقبل طلوع الشمس أيقظتهما من النوم وودعتهما وهي تقول لهما محذرة سأعود إليكم في المساء كل يوم مع غروب الشمس وأوصيكم أن تكون حذرين فلا تكلم أحدا أو تخبراه إنني أجيء لزيارتكما فطمأنتها الفتاة بأنهما سيلتزمان الحذر من الغرباء وعدم الحديث معهم لم يحس الطفلين بعدها بأي خوف أو غربة بعد أن اطمأنا إلى الطير وكان صوته يشبه صوت أمهما التي تهبط عليهم مساء كل يوم فأخذ يقضيان أوقاتهما بالتجوال في جنبات الوادي إلى أن يقترب المساء ليعودان إلى الجرف انتظارا لهبوطها ذات مساء دفع الفضول خالتهما لمعرفة المصير الذي لقياه فتنكرت وذهبت بمفردها إلى الجرف الذي تركهما فيه أبيهما فوجرت الولد يجلس بمفرده عند باب الجرف فدهشت لبقائه حيا واستغربت أن يكون قد تمكن من أن يعيش بدون غذاء طيلة هذه الفترة أو يكون قد تمكن من النجاح من الوحوش المفترسة المنتشرة في المكان معتقدة أن الفتاة قد لقيت حتفها وبقي هو يعيش بمفرده فأظهرت له مشاعر الود وأخذت تغمره بقبلاتها وهي تسأله كيف تعيش هنا لوحدك يا بني أين هم أهلك وكيف يتركوك في هذا المكان الموحش أجابها الولد قائلا أعيش هنا مع أختي فتملكتها الدهشة وسألتها قائلة أختك أين هي أختك فرد عليها الصبي لقد نزلت إلى الوادي وسوف تعود عم قريب فسألته مرة أخرى وأين هم أبيك وأمك وكيف يتركوكما لوحدكما فرد عليها الصبي قائلا لقد ماتت أمنا منذ زمن وتزوج أبونا من امرأة أخرى وهي من أمرته بتردنا من البيت وإحضارنا إلى هنا أدركت حينها المرأة معرفة الطفلين للمؤامرة التي دبرتها مع والدهم لحسن التطواني من أجل التخلص منهما فحاولت معرفة سر بقائهما على قيد الحياة طيلة هذه الفترة وراحت تسأله وكيف تعمل الأكل والشرب ومن الذي يطعمكم ويسقيكم فرد عليها الصبي يوجد طير تهبط علينا كل مساء وهي التي تحرسنا وتطعمنا ملأ الحنق والغيظ عند نفس المرأة وكتمت ذلك في نفسها وأخذت تسأله محاولة معرفة المزيد عن الطير متظاهرة عدم تصديق كلامه وأين تهبط هذه الطير التي تقول بأنها تأتي فأشار لها بإصبعيه قائلا تسقط هنا فبقيت تغافله في الحديث وأخذت عددا من الإبر والأشواك قامت بغرسها في المكان الذي أشار إليه الصبي ثم انصرفت عائدة إلى القرية لم يخطر بذهن الصبي أن يخبر أخته عندما عادت من الوادي عن المرأة التي زارته أثناء غيبها وعنما يدور بينهما من حديث وبقي كعادته معها ينتظر قدوم الطير الذي حلقت كعادتها مع الغروب لتسقط في مكانها المألوف حاملة معها الطعام والشراب الذي يتزودين به طيلة النهار وما أنهبط الطائر في مكانه المعتاد حتى انغرست الأشواك والإبر في جسمها وأطلقت معها أنتا موجعة فزع لسماعها الطفلين وأخذ الدم ينزف من جسمها بغزارة فأخذت تتحرك نحو الأطفال بصعوبة وهي تنظر إليهما وتسألهما من جاء لزيارتكما اليوم نفت الفتاة أن يكون قد زارهم أحد إلا أن الولد قال مؤكدا بلى لقد جاءت امرأة لا أعرفها وأخت في الوادي فبقيت تسألني عن أهلي ومع من أعيش فأجبتها بصدق فقالت الطيرا بصوت حزين متألم إنها خالتكما وقد جاءت لكي تتأكد من موتكما فلما وجدتكما على قيد الحياة وعرفت بأني آتي لزيارتكما زرعت لي الأشواك والإبر في المكان الذي أهبط فيه لتنغرس كلها في جسمي لتقضي علي وعلى أي أمل يبقيكم على قيد الحياة قد لا أجيئكم ثانية وقد لا تشاهدين بعد اليوم لامت الفتاة أخيها على عدم إطلاعها على أمر خالته وحديثه معها فلو أنه كان قد أخبرها لأخذت حذرها ولأخرجت الأشواك المزروعة قبل هبوط الطيرة بقيت الطيرة إنا وتتوجع طوال الليل وهم يحاولان التخفيف عن آلامها بنزع الشوك والإبر المغروسة في جسمها والتي كان كلما نزع شوكة أو إبرة منها تدفق الدم من مكانها بغزورة حتى يتمكن من انتزعها كلها وبيتت كعادتها تحرسهما حتى الصباح وهي تغالب آلام جراحها وقبل رحيلها أخذت تودعهما وتقدما لهما نصائحها قائلة اسمع يا أطفالي اسمعاني جيدا قد لا أجيأكما ثانية وقد لا تشاهدين بعد اليوم فالأشواك قد مزقت جسمي ونزف من جرائها دمي وجرحها تؤلمني ولكن عليكما التطلع نحو الأفق المقابل قبل الغروب فإذا رأيتما سحابة بيضاء فإذا رأيتما سحابة بيضاء ظهرت منه فانتظر مجيئي وإذا رأيتما سحابة سوداء ظهرت منه فلا تنتظرني ولا تبقى في هذا الجرف الموحش عليكما تركه والبحث عن مكان آخر تبيتان فيه ليلكما مر النهار عليهم طويلا وثقيلا ومثقلا بالهموم والأحزان وهم ينتظرين غروب الشمس الذي سوف يحدد حياتهما ويقرر مصيرهما فإما واصل حياتهم في ذلك المكان إذا ما تغلبت الطير على جراحها لحسني التطواني وستبقى ترعاهما وتزودهما بالطعام وأما لو تغلبت الجراح عليها وأقعدتها عن المجيئ وصار في الوادي يبحثين عن مستقبلا يجهلانه وعند الغروب شاهد في الأفقي سحابة قاتمة تظهر من وراء الأفق فيأس من مجيئها ولم يجد بدا من مغادرة الجرف والاتجاه نحو الوادي للسير فيه قبل أن يداهمهم الظلم فأخذ يسيرين والخوف يملأ نفسيهما حتى وصل إلى شجرة كبيرة قام بتسلقها ليحتميان بها من الوحوش وبات طول الليل عليها وفي الصباح الباكر نزل من على الشجرة وواصل السير في الوادي الممتد على غير معرفة بالطريق أو المكان الذي سيستقران فيه وعند منتصف النهار شاهد بيتا صغيرا يقع على مقربة من الطريق الذي يسيرون عليه ففرح بذلك وذهب نحوه ليرتاح فيه بعض الوقت وليطلب من صاحبه التكرم عليهما بشيء من الطعام والشراب وما أن وصل إليه وطرقت الفتاة باب البيت حتى أطلت عليها امرأة عجوز محدوبة الظهر شاحبة الوجه غائرة العينين ترسلين شعاعا متقدا أخذت ترحب بهما بحرارة وهي تمسك كل واحد منهما بإحدى يديها وتقوم بجرهما وراءها إلى الداخل كانت تلك العجوز هي الغولة تأكل البشر وتعيش في ذلك المكان مع طفليها وهما ولد وفتاة يتساويان في عمريهما مع عمري الطفلين الذين يجهلان حقيقتهما وكانت ماءا فتحت الباب وشاهدتهما حتى منت نفسها وطفليها بوجبة غذائية دسمة فخرجت وجرتهم إلى المنزل وبالغت في إكرامها مما جعل الفتاة ترتاب في أمرها فقالت الغولة متسائلة من أين جئتم يا أبنائي وأين هم أهلكما الذين تركوكما تسيران في هذا الطريق الموحشي لوحدكما لم تجد الفتاة رغم حذرها من المبالغة في الحفوات التي قابلتهم بها الغولة بدا من أن تروي لها قصتهما كاملة عساها بذلك تستطيع أن تنتزع العطف من قلب الغولة التي قالت معقبة على كلام الفتاة الله لا يرحم أبوكما ولا سامحه سمع كلام خالتكما وتردكما من البيت من أجلها اجلس هنا عندي يا أبنائي فالبيت كبير وخير الله واسع عيش مع أبنائي وسأعتبر أن الله رزقني أربعة أطفال بدلا من الاثنين تظاهرت الفتاة بالفرح لعرض الغولة وبقيت مرتابة منها في أعماقها وأخذت تراقب تصرفها بحذر لترى ما هي صانعة بهما قاصة وأنهما لم يكون يعرفان أين سيبيتان ليلتهما إذا ما بات عندها كانت الغولة تقدم لهما عرضها السخي بإقامتهم مع طفليها في بيتها وهي تتشوق لهبوط الظلام لكي تبدأ في مداعبتهما مع أطفالها ومسامرتهم معا ليناموا مبكرين لتقوم بقتلهم أثناء نومهم وشويهم ثم أكلهم إلا أن الخوف بقي يساورها من حدوث التباس لديها يجعلها لا تميز بين الطفلين العابرين وبين طفليها المتقاربين في أعمارهم فتقوم بقتل أبنائها بدلا منهما خاصة والأربع ينامون معا بدأت تحدث نفسها لا بد من وضع علامة تميز بينهم قبل أن يناموا لأتعرف على الطفلين في الظلام حدثت بذلك لنفسها وقامت تبحث عن العلامات التي ستضعها على الطفلين لتميزهما عن طفليها واستقر رأيها على وضع الحناء على أقدام أبنائها ووضع الرماد على أقدام الطفلين الغريبين قامت الغولة تبحث عن العلامات التي ستضعها على الطفلين لتميزهما عن طفليها واستقر رأيها على وضع الحناء على أقدام أبنائها ووضع الرماد على أقدام الطفلين الغريبين ثم أحضرت إناءين رابت في إحداهما حناء ورابت في الآخر الرماد وحملت هما إلى مكان الأطفال فقالت الغولة خاطب الفتاة كم رق قلبي لكما وتأثرت نفسي لحالتكما ولا شك أن طول الطريق وكثرة المشي قد آلم بأقدامكما لذا فقد عجنت لكما حنة لأطلي بهما أقدامكما فالحناء سيمطص آلامها وسيجعلكما تنامان مرتاحين وأردفت تقول بعدما عجنت لكم الحناء خفت من أن يبكي أولادي ويقولون أني لم أعد أحبهم مثل ما أحبكما فعجنت لهم الحناء في إناء آخر أجبتها الفتاة تقول لها لا داعي لهذه العناية كلها يا أمه يكفيك أنك أطعمتنا وآويتنا وهذا خير كثير منك فردت عليها الغولة مستنكرة قولها أستغفر الله يا ابنتي ماذا عملت لكم كي تقولين هذا أنا لم أعمل لكم أي شيء أنتم مثل أبنائي وكم سيكون سروري لو رضيتم البقاء بيننا تعيشين مع أبنائي فردت البنت على عرضها بأدب قائلة ونحن قد فرحنا برؤيتك يا عمتي وذكرتنا معاملتك الطيبة لنا بالمرحوم أمنا وإن قررنا البقاء هنا لنعيش معك في بيتك فلن نحس إلا أننا نعيش بجانب أمنا وفي البيت الذي ولدنا فيها فرحت الغولة بكلام الفتاة وارتاحت واطمأنت لها وتوهمت أنها قد تمكنت من خداع الفتاة وأخيها فقالت تجيبها البيت بيتكما يا أبنائي وأنا أمكما وأبنائهم إخوانكما قالت ذلك وطلبت من الفتاة أن تمد رجلها لها مع رجلي أخيها فمد لها الطفلين أرجلهم وأخذت الغولة تطليهما بالرماد ثم قامت بحملهما وأرقدتهما في زاوية البيت وعادت إلى طفليها وقامت بطلاء أقدامهما بالحناء وحملتهما لينا ما بجانبي الطفلين ثم ودعتهم منصرفة إلى حجرة نومها الملاصقة لحجرة نومهم تظاهرت الفتاة بالنوم وطلبت من أخيها أن يتظاهر بالنوم مثلها وما إن ذهبت الغولة إلى حجرة نومها وأطفأت السراج الذي يضوي المنزل حتى قامت الفتاة وأخذت تنزع الرماد عن قدميها وقدمي أخيها وقامت بعدها بنزع الحناء من أقدام أبناء الغولة ووضعت لهم الرماد على أقدامهم ثم قامت بوضع الحناء بدلا عن الرماد على قدميها وقدمي أخيها وبسرعة قامت بحمل أبناء الغولة واستبدال مكان نومهما بمكان نومها هي وأخيها ونامت مع أخيها في مكان أبناء الغولة وبقيت الفتاة مستيقظة تراقب تصرفات الغولة بحذر شديد عندما أيقنت الغولة متوهمة بأن الأطفال قد استغرقوا في النوم قامت من مكانها خلصة وأخذت تتحسس طريقها إلى حجرة نوم الأطفال بحذر وأخذت تشم رائحة أقدامهم في الظلام للتعرف على فريستها وراحت تميز بين الرمود والحناء وبعد أن تأكدت راحت تضغط بيدها على عنقي الطفلين لتزهق أرواحهم واحد بعد الآخر معتقدة بأنهما الطفلين الغريبين وقومت بحملهم إلى الموقد لحسن التطوانية والذي كانت قد أعدته مسبقا وقذعت بهما داخله لتشويهما لتتعش منهما وتترك الباقي إلى صباح اليوم التالي عندما يستيقظان من نومهما ليتناول منه طفليها بقي الطفلين راقبان في الظلام تصرفات الغولة وقيامها بخنقها لطفليها وخوف شديد يتملكهما وبقي متسمرين في مكانهما حتى اطمأن إلى انشغالها في المطبخ فقام من مكانهما وتسلل هاربين خارج البيت قبل أن تكشف أمرهم وتعرف بأنها قتلت طفليها وأكلت من لحمهما وتقوم بالانتقام منهما وقتلهما أخذ الطفلين يستحثان خطاهما في الوادي الفسيح وكان الخوف يمدهما بطاقة من النشاط كلما تصور الغولة تصنع بهما ما صنعت بطفليها وكان أثناء سيرهما يتلفتان ورائهما بين الحين والآخر خوفا من أن تكون في إثرهما وما كانت الشمس ترسل آشعتها في الوادي حتى شاهد شبح الغولة تجري ورائهما فروح يعدوان بأقصى سرعتهما وهي تجري خلفهما محاولة اللحاق بهما حتى وصل إلى نهاية الوادي الذي كان يسده صخرة كبيرة وقف أمامها حائرين فحاول تسلق الصخرة مرات عديدة ولكن دون جدوى فخشي من أن تلحق بهما الغولة وبينما هم على هذه الحالة نظرت الفتاة إلى أعلى الصخرة فرأت راعيا شابا يريقبهما من مكانه بصمت فقالت له الفتاة متوسلة أرجوك ساعدنا على الطلوع لأن الغولة تجري وراءنا وتريد قتلنا وأكلنا أنا وأخي ثم قصت عليه ما جر لهما مع الغولة إلا أن الراعي الذي قد أعجب بجمالها ووقع في حبها اشترط عليها قبول الزواج منه مقابل مساعدتهما فردت عليه الفتاة نعم إذا ساعتنا وخلصتنا منها سأتزوجك دخلت المرأة فلم تجد إلا العظام فقد تفاجأت بذلك وبينما هي تريد الهرب حتى انقض عليها الغول وانتقم من موت عائلته فرح الراعي بموافقتها على الزواج منه فرمى لها حبل طويلا ربطته إلى ظهر أخيها وأمرته أن يمسك به بكلت يديه فشده الراعي إليه وأخذ يوالي الشد إلى أن وصل الولد إليه أولا ثم نزع الحبل منه ورم به إلى الفتاة التي لفت الحبل حول نفسها وتمسكت به وراح الراعي وأخيها يشدين الحبل حتى وصلت إليهما فرحة بنجاتها وصلت الغول إلى أسفلي الضاحية وأخذت تبحث عن الطفلين والراعي يشاهدها من أعلى الصخرة وهي تدور حول المكان وتفتش بين الصخور المتناثرة فسألها قائلا عمن تبحثين رفعت الغول رأسها إليه وأجابته قائلا أبحث عن طفلين قتل أطفالي وهرب هل رأيتهما فرد الراعي عليها قائلا إذا كان من تعنين فتاة وولدا صغير فقد رأيتهما يتسلقين الصخرة ثم روح لسبيلهما أخذت الغولة تفحص الصخرة بعينيها لترى إذا ما كان بمقدورها تسلقها فرأت استحالة ذلك فقالت للراعي ولكني لا أستطيع تسلقها وحدي أرجوك ساعدني على ذلك فرد عليها قائلا حاولي تسلقها بنفسك مثل ما عمل فلو أنك قمت بجمع الأعشاب والحطب والحشائش أسفل الصخرة حتى ترتفعي إلى حيث أن أقدر أن أساعدك على الطلوع وأسحبك بحبلي القصير استحسنت الغولة رأيه وروحت تجمع الحطب والأعشاب وتراكمها فوق بعضها أسفل الصخرة حتى جمعت قدرا كبيرا منها فاستقومت فوقها وهي فرحة بمساعدة الروعي الذي روحت تتطلع إليه ألقى لها الروعي بطرف الحبل وأمرها أن تربطه حول نفسها بإحكام لإلا تسقط منه ثم راح يشدها إلى الأعلى حتى ارتفعت عن الحطب ثم تركها معلقة في الهواء ريث ما أشعل النار في الحطب والحشائش التي تحتها فارتفع اللهب من تحت الغولة وحواليها وهي تصيح وتستغيث وتطلب من الروعي إنقاذها إلا أن الروعي ترك الحبل يفلت من يديه لتسقط الغولة على النار المشتعل تحتها وحواليها أطلت الفتاة وأخوها من السفحة ووقف بجانبي الروعي يشاهدين الغولة وهي تحترق استمرت ترفع صوتها مستغيث بالروعي لينقذها من الحريق ولكن دون جدوى وبقوا جميعا يراقبونها من مكانهم حتى أكلتها النور فانصرفوا عندها عائدين إلى بيت الروعي وهم يسوقون الأغنام أمامهم وتزوج بعدها الروعي من الفتاة ليكونوا معا أسرة واحدة فكانت الفتاة تعتني بشؤون البيت والولد يساعد الروعي في الرعي كهن الغول زوج الغولة في مكان بعيد للصيد عندما عاد وجد بقايا من العظم تخص أولاده فبدأ يشوم فوجد هناك رائحة للبشر وخصوصا الأطفال فخرج مسرعا يبحث عن زوجته الغولة فوجدها قد احترقت وعندما ينظر إلى الأعلى رأى من المستحيل أن يصعد هناك فحزن ورجع إلى البيت وفي طريق عودته التقى في الطريق امرأة كانت تبحث عن طفلين هل هم ما زالوا على قيد الحياة أم لا طبعا إنها زوجة والد الأطفال التقت بالغول وكان حنين معها في الكلام فسألته هل رأى الطفلين قد ضعوا في الغابة وهم أولادها فقال لها إنهم مع أولادي في بيت وزوجتي تعتني بهم مثل أطفالها قال ذلك وهو يعلم أن تلك الأطفال هم السبب في موت الغول وأولاده دخلت المرأة فلم تجد إلا العثوم فقد تفاجأت بذلك وبينما هي تريد الهرب حتى انقض عليها الغول وانتقم من موت عائلته كانت نهاية زوجة الأب الظالمة لأولاده وأخذت جزاءها فعرف الروعي قصتها وحكى لزوجته وآخيها ما حصل مع زوجة أبيهم في أحد الأيام ذهبوا ليبحثوا عن والدهم وجدوه مريض ومقعد في البيت يرى بعين واحدة فندم على ما فعله لأولاده وطلب السماح منهم وقال لهم ما حدث هو بسببهم وأنه أخذ جزاءه أيضا سامحوه وغفروا له وأخذوه ليعيش معهم حتى لو هو على خطأ يبقى والدهم وكان مغلوب على أمره فعاشوا عيشة سعيدة مليئة بالفرح والسعيدة انتهت الحكاية اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر